السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نختبرنا بعنوان السيء of chlorinated lime لذلك راح ننقذ نبدأ بمن بفد simple information or introduction about the chlorinated lime, physical chemical properties, uses of chlorinated lime ثم نطرق بعدين الى chemical principle use for its assay and with the details and then the simple procedure used for this assay so what is the chlorinated lime the chlorinated lime is an organic compound with chemical formula COO by 2 يسمى أيضا بالbleaching powder chloride of lime يسمى بالكالس chloro-hypochloride من chemical formula شنو اللي يحتوي ولي هو يعتبر كإنما active principle of this compound هو الكلورين so هذا الكلورين يسمى بال available اللي بصورة عامة الكلورين content of this compound يوصل الى 39% 39% من عنده هو عبارة عن الكلورين أما ال commercial product الموجودة فهي تعمل نسبة الكلورين مالة ما بين 24% الى 37% بالمئة دين دين احنا هو يسمى بالbleaching powder الbleaching powder دين هو عبارة عن mixture of calcium hypochloride calcium chloride and يعتبر stable وعنده قلنا انه وسنشوفه بعدين بالساعدات القادمة عندي الbleaching powder بأنواع ومن انواعه هي الكلورين based bleaching أو bleaching و هذه تحتوي اليمن يحتوي على كمية اكثر يعني كمية المالة راح تكون اعلى من ما يحتويه الصوديوم hypochloride ازين بعض الفيزيكال properties for this compound انه هو يعتبر الى رائحة مميزة اللي هي characteristic order من خلورين كسوليو بلتي تزا slightly solubal in water and الكحول يعني المميز ب او انه هو for storage of this compound انه يجب انه يكون stored in the tightly closed containers بعيد عن اللايت بعيد عن ال ال air لانه when it is affected when it is affected or when it is by moisture and heat رح يصر ب رح يصر بي شنو رح يصر بي سوف يمتصد الموستر عن CO2 وبالتالي سوف يجب كومبوز مع فقدان كل ما يحتوي من الكلورين كأفايلبل الكلورين نجي المن إلى أن هذا الكلوري نيتدل إذا كانت أكيوال سوليوشن الأكيوال سوليوشن ما راح يعتبر إز الكلين و يطيني شون ينسبب أنه يطيني الهايبوكلورايت آيون هذا الهايبوكلورايت آيون إلى Another Activity أو Another Effect اللي هو إنه It is Oxidizing Agent يعتبر Oxidizing Agent وهذه الأكسدة أو هذه البروبراتيز راح تجعل إنه هذا الكلوري نيتد ليم يستخدم For Bleaching يعني For Detergent أو تستخدم For The Bleaching يعني معنى إنه هذا الهايبوكلورايت آيون هو المسؤول عن Bleaching الآن بإضافة المن إلى الأفكت الآخر اللي هو Oxidizing Agent أفكت سوري سو حسب المعادلة اللي أشوفها إنه هذا الكلوري نيتد ليم من ما يتفعل أياما مع الوتر فرصة تبريزينتين إنه سوليوشن أكي هو السوليوشن راح يطيني C-A-O-H-B-2 Calcium Hydroxide Plus H-O-C-L اللي هو اللي هو الهايبوكلوراس هايبوكلوراس آه أسد سو الأجنة ال-H-O-C-L اللي متكون هو شو Oxidizing أكشن أو Oxidizing إفكت اللي هو الآن المن إلى ال-Preparation of Chlorinated Lime Chlorinated Lime أو Chloride of Lime does not exist in nature وإنما تتم شنو صناعته شون تتم صناعت هذا ال-Chlorinated Lime أو ال-Bleaching Powder بمعنى أنه is manufactured or produced by the action of Chlorine on Calcium Hydroxide على هادي الليم شو تتم بالعملية؟ إنه ال-Slapped Lime is spread on the shelves يحطوه على فدروفوك معينة in the suitable container ومن ثم يجي غاز الكلورين راح يمر على ال- top يعني يمر على top of the chamber ويتخلل ال-Content of the shelves بعدين طبعا هذا كله راح يتمتح تضروف درجة حارة 25 درجة and this minimize يعني هذي الدرجة راح تقلل تكوين الكاليسيوم Chloride يعني إذا كتب بهذه الدرجة لأنه for decrease the formation of the Calcium Chloride زين لما يبتيم الإمتصاص الق célورين غاز راح يشوف اللايم يعني هاي الكاليسيوم Sidor conquered سيصير وينتفخ بال-Chumber حتى شنو سينه اللايم أو يطيني الواتر. يعني رح يتكون عندي هذا البليتشينج باودر بهذه الطريقة. So what is the use of chlorinated lime? The use of chlorinated lime بصورة عامة أنه مستخدمك a disinfectant and a bleaching agent. يعني يمكن أفنين أنها تجد الـ oxidizing properties التي تعود إلى الـ hypochlorite ion. أيضًا تشعر بكتريوصيدل أكشن إلى بكتريوصيدل أفكت. It is used to disinfect the feces, urine, sputum and other organic material. أيضًا يستخدم for disinfectant dranges. أيضًا إنه يعتبر powerful bleaching powder or bleaching agent. and also used for sterilization of water. يعني يستخدم تقريباً 1-2 جرام لكل تر من الواتر. وهذا اللي ممكن يشوفه في معالجة الـ swimming pools. and also عندما تم عملية الـ sterilization of water by chlorinated lime should be... الـ water should be exposed to air and allowed to settle before use it. أيضًا من استخدامات الـ chlorinated lime إنه يستخدمه for preparation of surgical chlorinated soda solution. هذا شنوه surgical soda solution؟ هذا عبارة عن solution متكون من boric acid, chlorinated lime, من calcium carbonate, deca-hydrated and purified water. ويستخدمه for emergency eye wash. حتى شنوه هذا؟ في حالات مثلا تعرض الـ eyes ailment إلى fed acid, fed base. وبالتالح يصير عندي injury بالـ eye. فهذا يضطوب for... وضع إذن يقول for... prevent the irritation of the eye by this. when exposed to this... substance. هذه مجمل الاستخدامات المعروفة عن the chlorinated lime بصورة عامة. لأنه إذيك بصورة عامة يقسم سواء comb powder أو tablet على شكل tablet أو على شكل liquid سيقسم المن إلى تقريب ثلاث أنواع اللي هي الخلورين based bleach والكيروكسايد based bleach والسلفر ديوكسايد based bleach نحن هنا في موضوعنا أنه هو الخلورين based bleach والكلورين based bleach هذا موجود في أكثر منتجات الـ household products اللي نستخدمها وتستخدمها مثلاً ومن المنزل ومن المنزل والمستخدمات ومن المنزل ومن المنزل كريم بصورة عامة الخلورين بلات سوديم لكلورات اللي نشوفه أمامكم على شكل الـ liquid يسوفل الـ bleach أو هذا يكون من ثلاثة إلى ستة بالمية سولوشن in water and in many households to whiten laundry disinfectant heart surface بالكيشن بالباثروم and water for drinking and also bleaching powder bleaching powder is chlorinated lime sodium hypochlorite is what you are the chlorinated lime as bleaching powder the mixture of sodium hypochlorite calcium hydroxide and calcium chloride هذا طبعا موجود على شكل white powder أو على شكل تابليتات وهذا إلي طبعا نفس الapplication of the sodium hypochlorite لكنه يعتبر more stable and contains more available chlorine يعني نسبة لكلورين مالتا راح يكون أعلى مما موجودة وين بالكلورين أو الـ sodium hypochlorite يوفرها يعني يوفر الـ chlorine content فهذه هي بعض الأمثلة كما موضحة في الصورة اللي هي sodium hypochlorite and يعني المواد اللي هي تعتبر bleaching أو bleach اللي هي تحتوي على sodium hypochlorite and chlorinated line ننتقل من الى الـ objective of our lab اللي هو الـ assay of chlorinated lines how it can be determined the concentration of the percentage of available chlorine in a non-sample شو راح يتم ذلك عن طريق is based on the titration نوع الثيثريش راح نستخدمه هو الـ back titration فعرفنا سابق على الـ back titration and when it can be applied سو أساس الـ principle ما لدنا أو أساس السيمة اللي راح نستخدمه إنه الـ chlorinated lime عندما أنضيف للواتر بالماء يكون أكيوة solution يحرر غاز الـ chlorine يحرر الـ chlorine أو available chlorine So the available chlorine is sampled جنة إنه إزراليز رائده دين هاذا الأكيوة suspension of sample راح أخذه نعم لاوية من مع excess of acetic acid in the presence of potassium iodine iodide دين الـ acetic acid راح يطيني الـ chlorine from the sample خانش راح يسوي الـ chlorine of sample this place an equivalent amount of iodine and الـ iodine اللي جاي من الـ potassium iodide ويحرر الـ iodide الـ iodide هذا المتحرر هو اللي راح نستوي لـ titrated against against the standard solution of the sodium thiosulfate تركيزا 0.1 normal ويستخدم كإندكاتر هو الـ starch indicator كPH indicator to complete or to detect the end point of reaction أو titration اللي راح يكون إنه الـ end point ما هو colorless solution So هذا هو الـ general chemical principle for the assay of chlorinated lime بمعنى يعني in summary the hydration of or determination of chlorinated lime is defined or is based on the determination of chlorine or available chlorine الموجود in the sample هذا ممكن أشوفه بما المعادلات التالية شم هي هذه المعادلات اللي يقول إنه عندي الـ hypo chloride sorry الـ chlorinated lime يتفعل مع excess of acetic acid يعني هذا 1 mole هذا 2 mole راح يطيني الملح plus hypochlorous acid plus HCL الـ hypochlorous راح يتجاع يتفعل مع HCL حتى يظل إلي إحررنا الـ chlorine ثم يعني اذا نشوف انه من التحرر الايوديد و التفاعله ضد صوديوم سوف اقدر انحدد الكونسنترات او البرسنتج من كلورين الموجودة بالسامبل ما لك بعد ما وضحنا الكميكال فرنسيبول نجيه السائل من البروسيجر شني القطوات فور اتشيب فرنسيبول انه اول شي ناخد اربعة جرام اف كلورين ايتد لايم ان وزينها دزول ان دستو الواتر ثان ناخد المن الى نقلة الى بوليمترك فلاسك ساعتها وان لتر شاك وان فعدين ميكس رح يكون عنده ساسبنشن ثم نخلط هذا الساسبنشن مع سولوشن 3% بوتاسيوم ايوديت تركيزة وان اصيد في 5 مليلتر اصدق 5 مليلتر اصدق الساسبين والاساسي عرفنا سابقاً الخطوات الشوان نبجي بالحساب دائماً اللي إذا نطبقها إنهو نحسب الchemical factor سو المطلوب من عدكم الطلاب إنهو نحسب اشقة الchemical factor يعني كم غرام من الـ available chlorine والكالسيوم chloro-hypochloride اللي عادلي أو يتفاعل مع 1ml of standard solution اللي هو 0.1 normal sodium thylosulfate أوكي؟ فهو هسا هذا المطلوب من عدكم كsimple homework اللي هو الـ calculation of the chemical factor So at the end of this lab, thank you very much for your listening